إلى عالم الأدب الآن وصدر كتاب وهم الهوية لماليكة شعلال في أول تجربة لها ويتنول الكتاب الذي يضم 23 الصفحة من دار نشر ميديا اندكس نمط معيشة روائية في طفولتها بمنطقة القبائل والنمط المعيشية الآخر في الإقامة بالعاصمة وتروي تجربتها في المدرسة وتسولاتها حول استعمال تعلم اللغة الأمازيغية وعلاقتها بالآخر وتحدثت الكاتب عن المصالحة مع الثقافة العربية وامتلاكها ثقافة مزدوجة